مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية تصل إلى حد شراكة الاستراتيجية وتعاون ثنائيا يحمل أفاقا واعدة في مختلف المجالات فالتشاور والتنصيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية ومتؤصلة تعد نموزجا لشكل العلاقات العربية العربية والعلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة فمنذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية والدولتان يربطهما علاقات قوية تصل إلى حد شراكة الاستراتيجية وتعاون ثنائيا يحمل أفاقا واعدة في مختلف المجالات فالتشاور والتنصيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح لدى مصر القناعة الكافية بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل الطرق لبناء المستقبل في المنطقة فعملت القاهرة وأبوظابية بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة كافة التحديات وتأتي زيارات القادة المتبادلة تأصيلا للقناعة المصرية الإماراتية وبابا سياسيا للتنصيق والتشاور في القضايا المهمة فكانت زيارة الرئيس السيسي في يناير الماضي للشغيقة الإمارات للمشاركة في قمة أبوظابية التي جمعت قادة الأردن ومجلس التعاون الخليجي لتدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة وتدعيما للعلاقات الوسيقة بين البلدين شارك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان في القمة العالمية للمناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي وعقد قمة مع الرئيس السيسي على هامشها وفي الشهر السابق لقمة المناخ احتفلت القاهرة وأبوظابي بمرور خمسين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين علاقات شهدت وتشهد نمواً متزايداً لا سيما على الصعيد السياسي فقد احتضنت القاهرة ثلاث قمم في مارس وأبريل وأغسطس من العام الماضي اجتملت ملفاتها الأساسية على تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك كما احتضنت أبوظابي قمة مصرية إماراتية مطلع العام الماضي فكانت القضايا العربية وعلى رأسها ليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والتحديات الراهنة وعند تجشين القيادة السياسية للقواعد العسكرية محمد نجيب وبرنيس وثلاثة يوليو لم يغفل الرئيس السيسي دعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد النهيان لحضور هذا الحدث العسكري الهام لمصر فترقم الرئيس السيسي على أرض الواقع خصوصية العلاقات وقوتها في جميع المصارات السياسية والعسكرية لتنمو العلاقات السنائية بين القاهرة وأبوظابي يوماً بعد يوم فعززت من نسيجها وأكسبتها من القوة ما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة اشتركوا في القناة